تنسيق قائم على قدم الوثاق وهناك تنسيق عالي مع الإخوة بوزارة النفط وتعويض ما فقدت المنظومة لكن للأسف حسارة لقات الغاز المورد لا يزال يلقى بضلالة على توقف عدد من المحطات على تحديد وحدات توليدية من محطات أخرى ولا تزال الخسارة هي عبارة عن 5000 وأكثر من 5000 ميجاوات وضاف للأسف اليوم هناك أطفال الخطوط الإيرانية اليوم هناك خطوط تمد العراق بطاقة خطوط الإيرانية الأربع اللي يسر بإزعاب خانقين أرساد ديالة وعمارة ترخى وبصر خرم شهر للأسف مهيرة اليوم توقفت أيمن الخطوط الإيرانية ما عدنا بيان الأسباب لحد الآن ربما أوقات الزروة وحاجة الجانب الإيراني إلى الطاقة ربما هو اللي تكفل يطفال الخطوط الإيرانية بذلك خسارة المنظومة اليوم أكثر من 5800 ميجاوات هذا الخبض الغلالة على ساعات تجيزة في العربة طبعاً تأثرت ساعات تجيزة في شكل كبير بعد أن وصلنا إلى أرقام غير مسبوقة بعد أن وصلنا إلى قرارة 26 ألف ميجاوات وكانت خطوطنا التسير بشكل جيد لأسف منظومة اليوم شهر للسراجع إلى تقريباً لـ 20 ألف ميجاوات وشوية نوعاً ما أكثر وبالتالي خسارة هذا الكم من الطاقة بذروة حرارة فصل الصيد بذروة زيادة الطلب حقيقة تكفل بتراجع ساعات تجيزة في العربة نحاول ونشتهد باتجاهي المرة بالتنسيق مع الأخوة بوزارة النفط لضمان تعويضنا جزء من الغاز المفقوط ومرة أخرى نتواصل مع الجانب الإيراني لإمكانية معاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة نشعرناهم والتفاعل قائم والاعتماد كبير من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ويتواصل مع الكهرباء بشكل عالي وأوصى وزارة النفط بتجهيز وعدم قطع أي إمدادات وقود عن المحطات لكن بصراحة تأثير قائم يعني ديوم خسارة هذا الكم من الغاز وتأثير على المحطات وتأثير أبابح على ساعات تجيز الكهرباء مستحقات الغاز المورد للجانب الإيراني وفق العقود لا تسدد وزارة الكهرباء لا تسدد الأموال للجانب الإيراني مباشرة وزارة الكهرباء تضحى بصندوق الاعتماد لدى مصرف التجاري العراقي والمسؤول عن السياسة المالية وعيصال الأموال للجانب الإيراني وهذا وفق العقود القانونية وبالتالي وزارة الكهرباء دفعت الأموال عن مستحقات الغاز كاملة وهي مودع العالم بالكامل لدى تي بي آي أو مصرف التجاري العراقي بصراحة مصرف التجاري العراقي يعني غير متردد بدفع الأموال مصرف التجاري العراقي يحاول أن يبحث عن حل لإيطال تلك الأموال للجانب الإيراني بظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهار اشتركوا في القناة